أعلنت مصر حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام حدادا على وفاة الشيخ خليفة بن زايد الانهيان رئيس دولة الإمارات الشقيقة اعتبارا من اليوم الجمهور ونعت رئيسة الجمهورية الشيخ خليفة بن زايد الانهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي نعلم مصر والشعب الإماراتي الشقيق والأمة العربية والإسلامية أخا وصديقا من عز الرجال ليعرب باسمه وباسم مصر عن خالص عزائه لأسرة الانهيان الكريمة ولحكام وشيوخ وشعب دولة الإمارات الشقيقة دعي أن المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد الكريم بواسع رحمته جزاء لما قدم لشعبه ولأمته وأوضح متحدث الرئاسة في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي أن الأمة العربية فقدت اليوم أحدى رموزها المخلصين المخفور له الشيخ خليفة بن زايد النهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة زعيما حكيما وهبى حياته لبلاده ومد أياد الإمارات البيضاء بالبناء والدعم والتعاون لسائر دول الأمتين العربية والإسلامية امتدادا لتاريخ طويل من العطاء لدولة الإمارات أرساه والدها المخفور له الشيخ زايد النهيان حكيم العرب وليستر صفحات جديدة من الخير والنماء ولتحقق الإمارات في عهده نهضة وحداثة يشهد لها العالم وصرح متحدث الرئاسة بأن مصر قيادة وحكومة وشعبا لم ولن تنسى مواقف الشيخ خليفة النهيان الأخوية الداعمة والقوية في يداق الظروف والتي سجلها وكتبها التاريخ بحروف من نور ترجمة نانسي قنقر